بتشوفوا الاحترام الفائط الطبيعة للاغنياء مثلا. ترون مسلا امثالا شعبية معك ارش تسوى ارش تبارك الله الله هنا كل حين الان وكل اوان و الى دهر الداهرين. امين. اليوم هو الاحد الذي بعد عيدي الصليب. وما ذلنا نستذكر فيه صليب الرب يسوع المسيح. والقيامة ايضا. نحن لسنا ابناء الموت. نحن ابناء القيامة ابناء الفصح. ولكنني ساعرج على اية من الكتاب المقدس سمعتموها الان. اذ قال الرب يسوع المسيح من اراد ان يتبعني. فليكفر بنفسه ويحمل صليبه ويتبعني. فاذا شو المطلوب? ان نكفر بانفسنا. مش هيك? كتير من. بعد اي من هالايات بيقول. ومن اراد ان يخلص نفسه بيحمل صليبه ويتبعني. طب قبل شوية كان عم يقول نكفر بنفسنا وبعد شوية بده انا نخلص نفسنا. حيارتنا يا رب. شو بدك يا انا نكفر بنفسنا او نخلص نفسنا. سؤال منطغي. ولكنني ساجيب عليه بوداعة المسيح لكي اقول لكم ان المسيح عرف مسبقا. ان الناس بسبب خطيئتهم سيوازون بين النفس وبين ما تملكه النفس. ان الناس سينظرون الى الناس. والى نفوس الناس. بحسب ما يملكون. واكبر دليل على ذلك. بتشوفوا الاحترام الفائق الطبيعة للاغنياء مسلا. ترون مسلا امثالا شعبية معك ارش بتسوى ارش. يعني انت سرطة ما بتملك. اسوأ من هيك. نقيم الناس بما يملكون. ولا ان كانت الملكية عطية من الله. ننسى الله ونقيم الناس بما هم عليه. يعني مثلا ازا صبية حلوة. واو. ازا واحد بيلعب كرة القدم. بصير عنده فولوورز. وبسبب نحن غبائنا لانه من البح نتبعه. بتصير المؤسسات تتفعله اكتر. حتى نزد له غناء غنى. حتى نصير نعبده اكتر. فالمسيح. اتى لكي يقول لك ان هناك فرق قبير بين نفسك ايها الانسان وبما تملكه النفس طبعك. يعني البخرة غير اللي يشوف فيه بالبخرة. من اجل هذا اراد المسيح ان يعيدك الى نقائك الاول. الى ان تكون انت. كافرا بما تملكه نفسك من شهوات رديئة ومن الهة معبودة. لكي تبقى نفسك تلك التي تريد انت ان تخلصها في اليوم الاخير. ان تعيدها الى نقائها. وحتى ما نكون عم نحكي طلاصم احنا نعطي مثل. البخرة. ازا في على ظهر هالبخرة اشياء ثمينة. وهبت عاصفة وصار القبطان يقول كبوا كل شي فيه بها السفينة حتى ننجى. شو بيعملوا داخلكون. بيحتفظوا فينا وبكبون. بكبون لانه نفس اهم مما في على هالبخرة. فيعني انك انت ايها الانسان ان اتتك هجمات الدنيا عليك. وانت متعلق بقشور الدنيا بما في باخرتك. فما عليك الا ان تكفر بهذه التي تعيق تقدمك وخلاصك. لكي تنجي نفسك وتصل الى الميناء الامين. مش ان هيك قال كنى المسيح. ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله. وخسر نفسه. انهي. لاتمنى لي ولكم. بان نفرق. بما اعطيناه. وما نحن عليه. فان زهدنا بهذه اصبح كياننا ذبيحة حية مرضية. واصبح ما نملك خلاصا. ولكن ان بقين متعلقين بما نحن عليه. فهذه ستصبح اثقالا علينا في سفرنا. والانسان اللي بده سيفر بيترك كتير اشياء هون حتى ما يكون عم يحمل على ظهره وتكون معيخة له في سفره الى ملكوت السماوات. امين. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة